موسيقى 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 السعر رقم 8 عندي في الامتحان بيقول لي ايه؟ ايه مما يأتي يؤثر في الحرارة النوعية للمادة طيب انا كنا قلنا الحرارة النوعية بتختلف باختلاف حاجتين ايه هم الحاجتين دول؟ قال لي اولهم نوع المادة طيب ما اسمها النوعية اذا هتتغير بتغير نوع المادة يعني كان نحاس غيرت ويجبت الامونيوم فهتتغير كان صوديوم كل حديد بقانوى حديد يبقى الحرارة نوعية تختلف باختلاف نوع المادة الحاجة التانية كانت تختلف باختلاف ايه؟ الحالة الفيزيائية لما قلناها ايه؟ قلنا في جزء الشرح ان انا عندي الماء في الحالة السائلة بيكون الحارة المعيه في اربعة منامانتاشر لكن لو غيرت الحالته من الحالة سائلة لحالة بخارية او صلبة ساعتها الحرارة نوعية بتبدأ انها تختلف اذا iPad pact مثلا الحرارة النوعية بيختلف بيختلف ايه؟ قلنا الحالة الفيزيائية ونوع المادة طب مين موجود فيهم هنا في الاختيارات؟ ما عندش غير مين الحالة الفيزيائية يبقى الحالة تختلف باختلاف الحالة الفيزيائية للمادة طيب سؤال رقم تسعة بيقول لي اي مين ما ياتي يستخدم لقياس حرارة احتراق وقود ما احنا كنا قلنا في الدرس الاول خالص في اول حصة ان انا عندي نوع من المساعرات بيستخدم لقياس حرارة الاحتراق طيب ايه نوع المساعر بيستخدم لحرارة الاحتراق؟ قلي اسمه مساعر القنبلة حتى ما من اسمه؟ طيب ما هو عايز حرارة احتراق يبقى يستخدم مساعر القنبلة يبقى الاختيار بتاعه يكون مساعر القنبلة تمام؟ طيب ساعات يوم جاي يقول لي ايه؟ مساعر القنبلة ولا مساعر الاحتراق؟ اي حد مش مذاكر ويشوف كلمة حرارة الاحتراق يختط دايما مساعر الاحتراق مفيش حاسمها مساعر الاحتراق تمام يبقى حتى لو اللفظ انتشاف ان هو اه انسب لا مش دعو بالانسب هو اسمه ايه عنده في المنهج اسمه مساعر القنبلة طيب نيجلس رقم عشرة ده اعتبرت ركاية كبيرة كده بتيجي ساعد في الامتحانات بيقول لي ايه هو عايز تفاعل او معادلة بتعبر عن تفاعل طارد للحرارة من في الاختيارات دي يعتبر طارد للحرارة نبص كده عليهم كويس في رقم ايه x y 5 هتطلع علي x y 3 زائد y 2 اتدلت اتش بموجب 420 ده يكون ماس ولا طارد طالما اتدلت اتش طلعه علي باشارة موجبة ده كده ماس ولا طارد الا ايه كده ماس طب هو عايزه ايه هو عايزه يكون طارد اذا رقم ايه ما تنفعش طيب تحتها عندي x y 5 هتطلع علي x y 3 زائد y 2 ناقص 420 هتقول لي اه هيا دي ليه هتقول لي مها باشارة سهليبة احنا قلنا الطارد بيكون سالب هقول لك لا الطارد يكون سالب لما افصل لك الدلت اتش برا المعادلة خالص يعني ام واقف لك المعادلة لحد هنا اوه و ام اقول لك ايه على جنب الدلت اتش بتتاوي سالب ربماية وعشرين اه اذا كده طارد لكن لما احط لك الرقم تابع المعادلة ساعتها ما احطش السالب تمام اذا السالب في المكان ده طول ما الرقم جوه المعادلة مش براها يبقى ده ما ينفعش اعتبر ان هو يكون طارد للحرارة يبقى رقم سي هو بيخدعني ويجيب ده اشارة سالبة مع الرقم بس السالي ما بيتحطش طول ما الرقم يعتبر ضمن المعادلة الكيميائية طيب وما ليجي ازاي بص على رقم بي اكس واي فايف هتطلع لكس واي سلي زاد واي تو زائد روعمائة وعشرين اه طالما هنا بيجمع كله مع بعضه والرقم جاي اللي بعد السه ده كده طارد إذن الاختلاف ما بين بي والسي اللي اتنين الرقم جاي بعد السهل تمام لكن هنا بيجمع وهنا حدوط لي طارح لأ الطارح ده غلط في المعادلات ما ينفعش يطراح لي انا دايما انت لما الرقم يعتبر ضمن المعادلة مش مفصول عنه ما بحطش اشارة سالبة يبقى الاختيار بتاعي يكون الرقم بي ده كده اللي جيبات بتاعتي طيب السؤال اللي عليه الدور بيقول لي ايه؟ رقم حداشر العملية المعبر عنها بالمعادلة الحارية الاتية ني او اتش زائد اتش تو او هتطلع لن اموجب زائد سالب زائد اربعة ونص جول ما نوع التغير الحارية للحادث ايه اللي حصل في المعادلة دي؟ طيب مبدئين عند الاختيارات ما بين حاجتين يا اما تخفيف يا اما زوابان طب المعادلة دي معادلة تخفيف ولا زوابان احنا كنا نخلنا في التنمي الاول ان عملية الزوابان هي عملية تفكك المركب في الماء يعني تفكك انا بتحول الايونات مجبدة وايونات سالبة Bat parlors اذا ان اللي بيحصل دا في المعادلة دي عطبر زوابان وليس تخفيف طيب انا كده عفل ان هو زوابان يوجد الحاجة تانية هل الزوابان يعتبر تغير فيزيائي والا الزوابان يعتبر تغير كيميائي اللي احنا حافظينها كويس نعرف ان التخفيف والزوابان يعتبر تغيرات فيزيائية يبقى الزوابان والتخفيف يعتبر تغيرات فيزيائية الإجاب بتاعكة تبقى رقم كام تبقى رقم به. يبقى هو تغير فيزيائي مصاحب لعملية الزوبان. عرفت منين? من شكل المعادلة. طالما فيها تفكك. يبقى ديها عملية الزوبان. طيب رقم اتناشر. بيقول ليه في اتناشر? بيقول لي من المعادلة اللي قدامي. نص اني تو زائد نص او تو هتطلع لي النوم. الدل تقتش بتاعتي بموجب تسعين. موجب تسعين تسع عشرين من ما هي? بيقول لي التغير اللي بيحصل في المعدلة دي. يعتبر اي? زوبان تخفيف تكوين احتراق. ابصوا ومعدة دي كويس. هتقول لي احنا اخذنا ان انا لما بفعل عنصر مع غازي الاكسوجين. ده بيكون عملية احتراق. صح? طيب ازان هو ينفع يكون احتراق? ماشي. المعدلة تنفع يكون احتراق. ايه حدث ينفع? وطالما عنصر مع عنصر وطلع المركب ده كده ينفع يكون تكوين. ازان المعدلة ينفع تكون احتراق وينفع تكون تكوين. طب اختار من فيهم? قال لي اللي يحدد لي بقى هو مين? الديلت اتش. ليه? الديلت اتش بإشارة ايه هنا? بإشارة موجبة. طب هل ينفع يبقى في احتراق? وديلت اتش موجب? لا. ليه لا? كنا قلنا واحنا بنشرح على الاحتراق. ان الاحتراق دايماً طارد. ما فيش احتراق ماص. اذا الاحتراق دايما بيكون بإشارة ايه? سالبة. اذا لما يتجي دي معادلة تنفع تكون احتراق لكن بديلت اتش موجب اذا ده ليس احتراق. ده هيكون ايه? تكوين. عنصر معاصر طلع على مركب الديلت اتش موجب اه ده ينفع يكون تكوين. لو كان الديلت اتش سالبة كان ينفع يكون ايه? احتراق. يبقى. طالما المعادلة تنفع تكون حاجتين. ابص على الديلت اتش هي اللي اتحدد لي هو مين فيهم. يبقى اللي جاية بتاعتها تكون تكوين. السؤال رقم طلعتاشر. بيقول لي يلزم لرافع درجة حرارة خمستاشر جامل النحاس من خمسة وعشرين لاتين وتلاتين. كمية حرارة مقدرها مية ثمانية سبعين واحد من عشرة جول. عايز يعرف هنا الحرارة النوعية للنحاس. الحرارة النوعية للنحاس. طيب. احنا كنا عملنا في الشرح بتاعنا مسلس. بالمنظر ده. لما حطينا هنا فوق الكيو بي. وقسمنا تحت التلات خنات. وحطينا هنا الام. وهنا السي. وهنا الدلتة. طيب. هو ده يطلب مني مين طالب مني الحرارة النوعية. اللي هي مين في المسلس اللي هي. السي. طب من المسلس ده. السي قلونها ايه? اللي هيبقى الكيو بي على ام في دلتة تي. يبقى السي بتساوي. كيو بي. على ام. في دلتة تي. طيب طرح انا اعوض. الكيو بي عندي بكام? اللي هي كمية الحرارة مقدرها واحد تمانية سبعين واحد من عشرة. او مية تمانية سبعين واحد من عشرة. اهي. بقى مية تمانية وسبعين واحد من عشرة. اعلى. الام الكتلة بكام? اللي بخمستاشر? يبقى على الخمستاشر. في الدلتة تي اجيبها ازاي? انا عندي زي ما اتبقنا في المسألة اللي فاتت. الدلتة تي بطرح. التي اتنين من التي واحد. اللي هي الحرارة النهائية من الحرارة الاتدائية عن اتنين وثلاثين نقص خمسة. وعشرين هيكون فيها السبعة. يبقى مية تمانية سبعين واحد على الخمستاشر في سبعة. اللي هو الفرق ما بين الاتنين دول. يطلع لي السي او الحرارة النوعية اللي تطلع معي على الحزبة بواحد وسبعة من عشر. يبقى تركت السؤال ده ايه? ان هو مديني المسلس ده لكن هو مش عايز مني كيو بي هو عايز مني السي. لازم يكون اعارف ازاي تحاول مع المسلس. لما يطلب مني اي حاجة فيه اعرف ازاي اجيبها من الباقي. يعني الكيو بي بتساوي ايه? ام سي دلتة تي. الام بتساوي كيو بي على سي دلتة تي. السي بتساوي كيو بي على ام في دلتة تي. يبقى على حسب. مساء طب مني ايه من المسلس? بقعد عنه. طيب. الموضوع ان شاء الله يكون سهل لما فيش هي اي حاجة صعبة. رقم اربعتاشر. بيقول لي ايه من اختار تقاتيها تعبر عن مركبة الاكتر سبات حراري. طيب احنا كنا قلنا في الجزء ده ايه? المركبات اللي بيكون لها سبات حراري بيكون سهلة ولا موجابة? اللي لا بيكون دايما سالب. يعني الرقم عشان يكون عنده سبات حراري ويكون مستقر بيكون دلتة تي بتاعته باشارة سالبة. ويكون غير سابت في الاشارة الموجابة. طيب. هو بيقول لي الاكسر سبات. وام جاب لي كل الارقام سالب. كل الارقام عندي سالب اه بيلغبطني. لا اكون صاحي بقى مع المسألة. هو احنا كنا نتفعنا على الحاجة. دلتة تي لما بتقل السبات بيحصل له ايه? بيزيد. دلتة تي كل ما تقل كل ما السبات يزيد. فلما يقول لي انا عايز الاكسر سبات يبقى هو عايز ا اقل الرقم. طب هو مين اقل رقم يقول هو السالب مية ستنين وستين? قال لي لا. مو هترامش طيب السؤال الاخير. يقول لي في الزابان الطارد للحرارة. تكون قيمة نقط اكبر ما يمكن. ما يمكن. عمنا في الزابان عندنا ثلاثة وقلنا ل2 بيكونوا ماصل الحرارة. وهوف تكون شهاراية Matthias omesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomes. قمنا عشان يكون أصلاحين أكبر من قد على مكان عpresentedomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomesomes ونشوف الكندة كانت ماذا، أنا عندي عشان يكون إذا كنت طارد بيكون دلتا اتش ثري أكبر من دلتا اتش وان زي دلتا اتش تو وكان في مكتبهنا كده بالنصف الملزم فيبقى عمدي هنا عشان يكون الزوبان الطارد لازم يكون مين اللي أكبر ما يمكن قال لي Quindi لازم يكون مين الدلتا اتش ثري هي أكبر ما يمكن وبكده نكون خلصنا الأسئلة المهمة على الباب الأول وم شاء الله أشوفكم فى الباب التاني بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة